يا رحمن الرحيم. ده الفيديو التالت من فيديوهات حل اه كابسولة اي وان. طبعا دي حاجة نزل كده لليلت الامتحان. وده الفيديو رقم تلاتة فيها. لو انت عايز البلاي لست الخاصة بالمراجعة كاملة هتلاقيها تحت في الوصف. السؤال رقم مئتين خمسة وخمسين معنا. بقول لو انت تجاهلت اه شغلك. طب انا قدام حاجة من اتنين. هفكر في اما او لازم يكون بعدها مفعول. طب لوحدها كده من قرر مفعول. وانا ما عنديش مفعول يبقى انا عندي كده مفعول يبقى انا عايز يبقى رقم دي. رقم ساعة وخمسين. انت بتقدي اداء زي الفل. المدرب قال لي كده. انا متأكد انك ستستمر في تحقيق تحقيق النجاح. كلمة كلمة يستمر في اسمها دي معناها يستمر في. عندك كده بقى حاجة اسمها دي معناها ينفز. طيب رقم خمسة وخمسين. بص عندك ملحوصين هنا. اولا معناها تتحقق الاحلام او الاهداف. ده رقم واحد. التاني برا يقول لك لا تتوقف لا تقلع يبقى وكان ممكن نستخدم معناهم يستسلم. لا تستسلم عن احلامك ستتحقق يوما ما. الموبايل اللي انت حددته سيدي. انا قدامي هنا كزا حاجة ممكن افكر فيها. اولا انا عرف ان كلمة دي مفروض لها كزا احتمال كده وانا مفروض ان نحافظهم. الاولاني بعدها الفعل في المصدر. ممكن نجيب بس نجيب بعدها جملة كاملة. ممكن نقول بس دي معناها يحدد. الراجل في الجملة انا بقول لك ايه ما الموبايل اللي حضرتك حددته يا سيدي حددته يبقى كان عالي جدا طلبت منها انها تعمل في الصوت الصوت كان عالي يبقى تخفضه يبقى معناها يعلي الصوت يرفع الصوت. طب تر نقول يعني يشغل الصوت ده لو هو اصلا مش شغال. ولكن السكرتير اجل الاجتماع لان المدير كان آآ مريض. كلمة يؤجل دي حاجة من دول اما بوست بون دي معناها يؤجل وكان ممكن نستخدم كلمة اللي معناها يؤجل او كل ده كده معناها يؤجل مع مراعاة ان كل معناها يؤجل فعل بس. ان كلمة يؤجل فعل بس لكن دي دي بقى يؤجل وتأجيل. لما غدر المكتب لما خلص شغل يبقى عمل في الكمبيوتر باط في الكمبيوتر يبقى ترن اوف. خبالك اتنين اتنين اف لكن دي اوف مش هي اللي احنا عايزينها. زا موفي اس جوينك توبي شون اجان اقول لك ان الجملة دي حلوة عشان القصة. اللي في الفيلم حيتم عارضه مرة ثانية بناء على طلب مئات الناس. بناء على طلب اسم ها معناها بناء على طلب. احفظ ده عشان هو في قصة مهم. بعد كده مش محتاجها اي كلام. على فكرة بقى اختها التانية اسمها باشونت اباوت. ادي باشونت. وعندك انزيستيك لتنين معناهم متحمس. اتولد في مصر. اتولد سنة الفين واتنين. طب وبعدها يعني مرض او صفة شخصية يعني بقى بيكون بعدها صفات في الانسان بمعنى. لو مولك وز وان وز وهكذا يعني. طيب عندك كمان بالمناسبة حاجة اسمها بورن انتو. دي بنجيب بقى بعدها العيلة اللي هو تولد فيها. على سبيل المثال وهكذا. بقول لك هو اتحبس لانه لم يستطيع ان يسدد ديونه. يسدد اسمها يعني يسدد الديون. واحفظ الايديا. العلماء سوف يدرسونا سوف يبحثونا يبقى دي اللي احنا كنا اخدناها قبل كده بمعنى اللي معناها يتحرى يعني. فالعلماء سوف يدرسونا يتحرون طرقا اللي هي القضاء على الجرائم الاولاين. معناها منفصلا. انت عندك كلمة اسمها وعندك كلمة اسمها ابوارت. لاتنين معناهم معادة او بس. بس لا مش عزرا. دي كده غلط. يعني بس او معادة زيها بالضبط اللي معناها بس او معادة. يابا انت عندك كده طب ما فيه في الاختيارات ايوه دي عايز اكسب. آآ بعد كده رقم تسعة ستين. ده نيو مانيجر هاوبد هير وود. هاوبد هير وود آآ هي وود جيت وز افريون ان دا كامباني. بقول لك ان الموديل الجديد تمنى لو انه ينسجم مع الناس الجدود. بص انت عندك جيت دي معناها ينسجم معا. دي زيها بالضبط بس هي كلمة واحدة. وخليني انزقها لك فيها عشان ما تفصلهمش انت عن بعض انت بتحفظ. اسمها كلمة واحدة. باتنين معناهم ينسجم معا. الراجل مديني هنا ومديني وبعدين وعلى فكرة لو كان في كنا اخدناها برضو. بقول لك انا توقعت ان صديقي يساعدني لكنه خزلني. يخزل اسمها يبقى انت عايز معناها يخزلني. في متين واحدة سبعين بقول لك تعالوا ننسجم او لا نتقابل ونتقناقش في المشاكل التي نواجهها. كلمة يتقابل اسمها اسمها معناها يتقابل او يتجمع. هي نتجمع لاني كان يتناقش في المشاكل اللي تواجهنا. الاساطير يمكن ان تمرر كلمة يمرر اسمها معناها تنتقل او تورث من جيل لجيل. يبقى احفظ المصطلح كده. طي اللي هو شخص يعني تو شخص. ترد سبعين. بدلا من ان اشتري سيارة جديدة سأصلح القديمة. بدلا من اسمها دي بدلا من. طب عندك بقى حاجة اسمها اللي معناها ما عدا او باستثناء. زيها بقى اللي اخدناها قبل كده. زيها برضو طب يبقى انت كده بتقولي بدلا من بقول لك الكسير من الشباب بيفضلوا. ركز بقى عشان اي ان جي تو اي ان جي فانت عايز هنا تو اللي هي دي. ركز انت لو فكرت في الاختيار التانية هتلاقي معناها بالعربي ممكن يمتفع معاك. فانت ممكن تقولي ان الشباب يفكرون يفضلون يلاعب كورة القدم بدلا من مشاهدة. فتحس ان المعنى ماشي معاك لأ. اي ان جي تو اي ان جي موضوع خلصان. اه هنا بقى بالحطة دي مهمة بقى. المصدر. اخد بالك من دي المصدر. الناحية التانية هتلاقي في مصدر برضو. ده رقم واحد. بداية الحاجة التانية. ان الرابط اللي في النص هيكون. يبقى عين دي اول واحدة كده. المصدر على طول من غير طول المصدر. فبنوا لا احد اخر. انت عارف ان كلمة دي دايما بديجي مع مع النفي. على سبيل المصدر. وهكذا. لكن معناها ايضا. معناها ايضا. وتو معناها ايضا. لكن معناها اخر. لها شخصا اخرا. ما بس اثناء ميسي. انت عارف ان ازر بنجيب بعدها اسم يجمع. تبقى دي لها احتمال من اتنين. الاحتمال الاولاني انك تجيب بعدها اسم مفرد. على سبيل المصدر بوي. رقم اتنين انك تجيب رقم وبعدين اسم الجامع بقى او مفرد لحسب العدد. يعني ممكن نقول لك انادر مسلا اه او انادر تو كورز وهكذا. المهم الرابع يمديني كده فحضرتك محتاج له هنا انادر. ركز تاني كده انادر واضر. ترك فكرتهم كالتالي. ان ازر بعدها اسم جامع. طب انادر بعدها اسم مفرد او رقم واسم جامع بقى لعشان الرقم ده هيكون جامع. طيب احنا كده اخدنا انادر تو اورز. انت ممكن تعمل ايه بشكل افضل? لو انت بتذكر في بيئة هادئة. يعني يركز او مطلوبة دي صح. اذا لويت يعني يقيم معناها يرفع. يعني زر طايم. الناس الناجحين. اللي بيحققوا اهدفهم. دايما ايه اوقاتهم? دايما ما يعني يدرك. ويستعني يهدر. يعني ياخذ. اخر واحدة بقى اللي معناها يدير. دايما ما يديرون اوقاتهم بشكل جيد. ولكن اللص شد الشنطة بتاعت السيدة. معناها انطلق. وعشان القطعة بقى عايزك تعرف ان كلمة دي اللي موجودة عندك دي يعني يهرب. ممكن استخدم بللا منها اللي معناها يهرب. ممكن استخدم مكانها ران اواي اللي معناها يهرب برضو. المشكلة صعبة لكني بفضل قصرة جهدي لكي اتغلب عليها. خذ بالك ويتغلب عنها. وين يفوز وجين يكتسب وثنك يعتقد. هل تعتقد ان هل تتفق على ان التكنولوجيا جعلت حياتنا سهلة يجعل اللي هي رقم سي. على فكرة كممكن نقول وركز هنا ان ميك مفعول مصدر او ميك مفعول صفة. ودي الوحدة اللي بيجي بعدها صفة. لكن مفعول بعد ما خلص اجابت لها سئلة. انا بعمل مراجعة. خد بالك. عندك ميك وعندك دو. دول اللي هتفكر فيهم ومفيش حد غيرهم. دي معناها يراجع للمتحان. يعني انت عندك امتحان الصبح فانت بتراجع فارسمها دول الفجان. يبقى دي معناها يراجع للمتحان. طيب دي معناها هيعمل مراجعة لشان يعدد شيء. حتى احنا بتقول مسلا آآ يعني عامل مراجعة للمقال بتاني عشان يعدل البيانات اللي فيه. طيب وحنا في مأزق دلوقتي. المأزق فين ان انت اصلا في الكتاب عندك في المنهج يعني ما فيش حاجة اسمها اللي عندك في المنهج فقط هي عشان كده هتلاقيها دول الفجان. وفي ان شاء الله ما ينزل حنلاقي عملها دول الفجان. لو انت عايز تذاكر الامتحان يعد قائمة اسمها يبقى انت عندك ميك. ولك لازم نستفيد من خبرات الناس الكبار اللي عندهم القدرة ان هما يقدمون اسهمات يسمها ميك ما الانشطة التي يمكنك ان تقوم بها انت عارف المصطلح اسمه يبقى انت هنا عايز دو. انت عارف ان القارات التي تتخذها او تصنعها ميك وانت عارف ان احنا مع ممكن ميك ديسجن وممكن تيك ديسجن. طبعا هو مديني ميك. بقولك انا لابد انا قلق لان انا لابد ان اقوم بعض من الاختبارات قبل ان احصل على هذه وانت حافظ المصطلح يقوم بعمل اختبار اسمها يبقى دو. دي معناها يسري مع ثقافتنا وتحدث اختلافا في حياتنا يعني يحدث اختلافا وانت حافظ المصطلح ما فيهاش اي مجاملات ولا فيها فهم. لازم تحفظ المصطلح. بعض الطلاب لا يبزلون جهدا. يبزل جهدا اسمها يبقى انت عندك 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 وعندك زي ما قلنا بقولك انك تتعلم تحدث لغة انجليزية هذا الامر يأخذوا يتطلبوا جهدا. يبقى انت كده هتاخد يعني معناه يأخذوا منك جهدا كبيرا. بعد كده انا عزمت تلتمية شخص لزفاف اختي. انا عزمت تلتمية يعني عادي كبير يبقى كده على نطاق واسع يبقى اللي رقم دي. احنا فكرنا في كل الاحتمالات كل العواني. ولا مصطلح عايزك تحفظه لانه موجود نصا في اسئلة لو بنقولك راح انت مغمض عينك كده ومختار له عموما المشروع قد حققه ارباحا كبير. ابي بيحب الموسيقى الكلاسيكية. من ناحية اخرى يعني على خلافه يعني عكسه بيحب الجاز. لما نحب نقدم ملخص الموضوع. هقولك اولا وقبل كل شيء. ليس على الاطلاق. دي معناها دي اخت بلك من روابط الاضافة وده حاجة كده مخادعة شوية. طب اللي هي معناها عموما. فانت بتقول لي احنا بنستخدم عموما لما نحب نختصر بقى عموما وراح يليك جملة واحدة كده. يعني درجة الحرارة في المتوسط ستين درجة. في المتوسط دي بقى عن افريج. عندنا مصطلع اسمه اللي معناها عمدا او متعمدا. الانترنت بساعتنا ان احنا نزل على اتصال بي بقى كيب ان توتش وز وكيب ان كونتاكت. وازي ازال على اتصال معا. لانه بتقدم لهم ايه للعالم الفنتاستيك الرائع الغير واقعي الغير حقيقي. آآ بشخصيات هم بيكون عندهم قوة خاصة او قوة خارقة يبقى اسكيب. اسكيب دي معناها مهرب. حتى انت عندك في اتجاه ادب كده اسمه الاسكيبازم الهروب من الواقع. فالمراهقين بيحبوا يلعبوا. العاب الكمبيوتر لانها بتثبت بتمثل لهم مهربا الى عالم اخر غير واقعي وكله قوة وهم بيكونوا ققياء في الشخصيات وكده يبقى اسكيب. بليف يعني اعتقاد اعتراض يعني رفض. يجب عليك انك انت لا لا تتخطى لا تتحدى لا تكسر القانون وإلا سوف تواجه العواقب. فلو يتبع القانون وبي يتبع يعني يصنع. بيشتغل باجتهاد لك يكسب قوة يومه. يكسب قوة يومه ده مصطلح يحفظه اسمها يعني يكسب قوة يومه يعني القراءة بتساعدنا ان احنا نكسب او نكتسب معرف انت عارف اني جاينا دايما مع الاشياء المعنوية. يعني اقول لك وهكذا. لأ مع الجائزة حضرتك بناخد يفوز بجائزة. وبناخد يعني يهزم لما نجيب بعدها مسلا اهلي بيت زمالك مسلا. دي مع المال يكسب مال. يكتسب قولنا مع الاشياء المعنوية. انت بتعرف تختلط مع الناس التاني لما تعلم لغة لجنبية. يبقى ده شيء يعني مفيد او مثمر. على فكرة ممكن نستخدم مكانها فروت فل. دي معناها اه اللي هو غير السطحي. اه عندك طبعا بلا فائدة وبلا قيمة. عندك هرب فالدور. زفاف الفتاة او فستاني الزفاف بتاع الفتاة كان طويلا وجميلا. انكلز اللي هي رجلها من تحت يعني. يبقى يرتفع. اكيد مش هرتفع الاسفل. معناها يعلق. ورق معناها ينشأ او يزهر. ومعناها الماضي من كلمة وهنا بقى في ملحوظة يا باشا. في اتنين عند سيارتك الاورانية هانج الماضي منها هانجد. والتانية هانج والماضي منها هانج. الاورانية دي اللي هي هانج والماضي منها هانجد معناها يشنق. لكن هانج هانج معناها يعلق. طيب المهم انا بقى انت بتعال بقول لك في الجملة للنفستان الزفاف كان طويل وكان متدليا يبقى هانجد. بعد كده رقم تلتمائة وخمسة. لا ايه مع الاخرين عندما تشعر انك مغطئا. عبر. يعتذر. يعني يجادل. لا تجادل مع الاخرين. على فكرة ممكن نستخدم مكانها يعني يجادل. الفيلا الجديدة الفيلا بحديقة واسعة معناها محاطن بي. معناها معناها ممتلئ معناها منفصل معناها ما اختفى. بتشتغل باجتهاد هي بتغمر نفسها في عملها. يبقى معناها يغمر نفسه يعني يفحم نفسه في العمل. بعض الناس يعتقدون ان التجريب على الحيوانات معناها اجراء التجارب. التجريب او اجراء التجارب. اجراء تجارب. طب تطلع لنا اجابة لاسئلة. طلع لاجابة وبعدين اعمل ايه في اجابتك مع بقية الفصل. معناها يشارك. يشارك. وهنا كان ينفع نستخدم كلمة سواب. معناها بدل يعني تدي الناس اجاباتك وتاخد اجاباتهم. بص بقى معايا عشان كده في الاخبطة. طبعا يعني يصل دي بتيجي بدون حرف جر. بدون جر. او 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 ونيد يحتاج ما لهاش حلقة بموضوع. فانت بتقول لما انا وصلت للمدرسة الراجل ما ديك تو يبقى او كان ممكن نقول ما انت عارف ان بعدها مبنى لكن بلد. بلك السكرتير كان قلق لانه لا استيع ان يساير يبقى كوب خد بالك هنا بقى في ملحوظة انت بتقول كوب لكن بقول لازم وبعدين وبعدين كيب برضو لازم وبعدين آآ لكن خد بالك الفكرة اللي في موضوع اني كاتش اب وكيب اب لكن كوب ما فيش معها اب. الجملة اللي بعد للتونمية واتناشر. انت ما فردت سوق عربتك بقباط شوية. زمست معتقدش ان الضباب سوف ينقشعو. ينقشع اسمها يعني يزول. وقلوبنا معلقة بي. خد بالك مش بالاي لان فيه كده معناها يجلس. فانده عشان انت حسن صحتك الزهنية. محتاج انك انت تتخز المسئولية. بصمع ع حاجة من دول. اما انك تقول او او اي واحدة من انا دول في الاختيارات هتخدها وتبقى انت كده او عندك بقول لك انت المفوت تكون ايه باعراض الارهاق واعيا او يبقى اوير. واوير دي كان في اختها في المنهج عندنا كلمة اللي برضو معناها واعي. طيب عايزك تاخد بلك من حتة كلمة دي ممكن نستخدم بدلا منها برضو معناها اعراض. اللغة الانجليزية واسعة الانتشار في كل انحاء العالم. بداية ما فيش بعدها اسم فلي فيهم هايفن دول انت هتطلحهم برا. دي برا. يا ترى ولا ولا هو من الاي انجي كده تفهم ان هي مبنية المعلوم على طول. طب تصريف تاتي يبقى ابن مجهول. وانت بتقول الانجليزية يتحدث بها يعني واسعة الانتشار يبقى رقم دي. هي دولة متحدثة باللغة الانجليزية ام متحدث يتحدث معلوم. يبقى تقول رقم بي. طب ما في عشان بعدها اسم فانت محتاج هايفن فلي برا. صديقي دائما حذر. هو لا يحب ابدا ان ياخذ المخاطرة. تأيدي معنى بعضه معناها ياخذ المخاطرة. برغم من الرجل كان مصاب اصابة بالغة. الا انه احضر مرة اخرى للحياة يعني 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 يعيد او يستعيد. طبعا يعني يعطي يعود يعود مبنى المعلوم ما ينفعش ناخد معها يعني يزهر وما ينفعش نقول لان ما يجوش في المجهول اطلاقا. يعني انه يعيدة للحياة. لا ايه هو سوف يعاقب بالقانون لا تنتقم يبقى ولا اديم يعني ينتقم من لابد انه طرقا للنزل على اتصال او يعني اصال على اتصال بي هل ممكنك ان تفكر في حلا لمشكلة ضوضاء يبقى سولوشن. انا لا استطيع ان استمر ان اثابر على هذا العمل لاكتر من خمس ساعات. يعني عندك واحدة من اتنين. وعندك 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 تعان ترجمة. وقب لك محاولة انك تحل السؤال زي ده. وما اعتمد على الترجمة فقط غلط. وانك تعتمد على الحفز فقط برضو غلط. تعال انترجم كده وانتشوف برضو. بولك انا لو استطيع ان انا ايه على الشغل ده اكتر من خمس ساعات انا لازم اخذ راحة. طبعا دي معناها يخترق حتى دي من يركز اهنفكر فيها سجست يقترح برة لعبة يعني يسابر وانت ممكن تقول انا مش هعرف اسابر على الشغلنا دي اكتر من خمس ساعات ومش هعرف اركز على شغلنا اكتر من خمس ساعات. الفايصل فين يا برينز الفايصل هنا في حرف الجر. ان كلمة بيقى بعدها حرف الجر لكن انا عندي هنا خلاص يبقى انت من غير ما تفكر كده ركز بقى يبقى لكن طيب ابويا بيقول من دلوقتي ولحد المستقبل. لازم تعمل شغلك نفط بقى يور دي. لازم تعمل شغلك بمجرب ما تغدى. الكلمة اللي تحتها خط او جزء اللي تحتها خط دي معناها من الان فصاعدا من الان فصاعدا ودي الاجابة ولا بداية من بكرة. ولا بداية من مبارح. ولا ده ده من الان. دي معزرة انا قرأت واحدة غلط وعملت على التانية. دي الاجابة طبعا اللي هي معناها من الان فصاعدا اللي هي رقم من الان فصاعدا. طب من من غدا وما بعده. يعني من بكرة وانت ماشي. يبقى الاجابة كده رقم سي. طيب على فكرة فيه مصطلح كمان بقى اما مفروض كان يجابه في الاختيارات اسمه معناها من الحين حتى الان. يعني من يومها لحد النهاردة. يبقى انت كده حضرتك بتقول لي دي معناها بعد كده اطف التلفزيون انت بتزاكر يعني هتشتت مش هتطعف تركز. بعض الناس يعترض على وانت عارف ان بعدها يكون الفيلم يعني يشجع يعني يميل يعني يحضر. او طبعا يحضر ومعناها يرافق زي ما اتفقنا قبل كده. فبعض الناس بيميلوا ان هم يؤدوا بشكل افضل في الصباح. ولك ما هي العوامل التي تؤدي الى تحقيق النجاح. يبقى ليد. وانت زي ما انت واخد بلك كده بعدها الفعل يبقى عندك يضيف وبعدها المصدر طبعا. طول مصدر يعني يزداد وانكريس زيادة فيه اشيء معين لما قولك النسبة لو لك عشرين في المية وهكذا معناها يرفع طيب صاحبه بتكلم عن فوائد المشروع طول النهار يعني معنى كده ومتحمس للمشروع يبقى انتزيستيك. اختها التانية اللي اسمها باشنت بارضو معناها متحمس. هو دايما بتكلم بفخر عن ممتلكاته. هو يتفخر عن اه بمبلغ بالمبلغ التي يمتلكها. يعني يهزم يتفخر وتباهى يعني اخبرة اشتكى. هناك ايه في المبيعات والله هي ممكن زيادة. انخفاض برضو. بس بما انه مديك انخفاض وانخفاض فاكيد هما الاتنين بره اللعبة يعني بس تعني تكمل. بقول لك هناك ايه في المبيعات بتاعت الشركة الشركة كسبت كثيرا يبقى انكريس. عايزة تعرف دي معناها انخفاض ومعناها ينخفض ومعناها كمان يرفض. ولما تكون معناها يرفض زيها زي كلمة اللي انت عارفهم. قلنا دي معناها تدهور او انحضار في اه واحد تلاتين مدام انت عندك اه يبقى لازم يكون الاسم اللي بعدها هنا مفرد. ليه اعمل حق لان دي كلها كده صفة مركبة والصفات لا تعد. يبقى ودي كانت في امتحان الفين اتنين وعشرين. طاهر برضو رقم سي. ليه عشان عندك الا. الا لازم يكون بعدها مفرد دايما. ما زلنا نتعامل مع المشاكل. الناتجة عن. مش المؤدي الى. الناتجة عن اخطاء في الماضي. ام ات يعني يهدف الى. يعني يؤدي الى. ريزلت فروم وريزلت ان. ريزلت ان اخت ليد تو. يعني يؤدي الى برضو. يبقى انت كده عايز ريزلتينج فروم. ومعنى الجملة على بعضها. نحن ما زلنا نتعامل مع المشاكل. الناتجة عن. الناتجة عن. يبقى ركز لي كده الله يبرك لك. عندك ريزلت. دي زيها بالزبط لو انت فاكر ليد تو زيها بالزبط اكيد انت فاكر الكلام ده كويس. ابرينج الناس دي كلهم كده. معناهم يؤدي الى او يسبب. لكن ريزلت فروم معناها ينتج عنه. او الناتجة عن او الناجم عن. بقولك فكرة كويسة انك انت تجرب. فكرة كويسة انك تجرب اماكن مختلفة. انها مشكلة ومعقدة. اعتقد ان هي معناها معقد. يعني صعب ان احنا نحلها. طبعا عكس ده حاجة من اتنين اما او ايزي اللي معناهم سهل. اه بعد كده باشا رقم سبعة وتلاتين. يصعب انك انت يعني يغير دماغ الناس. يغير عقول الناس. صرفوا لي من المحزن. ولاحظوا ان بعد الظرف لما يبدأ بالجملة لازم يكون الحرف الاولى كابتل زي ما انت شايف يكون بعده كما. لسوق الحظ كل شيء في حياة الناس بيقاس يعني بناء على او من منظور بناء على او من منظور على فكرة كان ممكن ناخد مكانها معناها بناء على احنا فخرين بانجازاتنا المشروع ده كان يعني كان نجاحا بالغ بارغا او نجاحا كبيرا على فكرة كان ممكن تقول او هنا بقى هنقول اللي رقم ايه هنختار ايه ساعتها يعني كان نجاحا بشكل كبير. دي معناها الخليفة. دي معناها الخليفة. ريزولتد ان. الايه بتاعنا? ليه? انجاز الطلاب نتج عنه نتائج او استمتيات عظيمة. طيب يعني سبب. يعني تحليل تحليلنا لدرجات الطلاب نتج عنه بعض النتائج المثيرة. لا تتوقع ابدا ان تحقق نجاحا فوريا. كلمة دي معناها فوري. زي بالزبط كلمة وبالله عليك ما تنخبطش في دي معناها دائم. زي كلمة كده دائم. من المحزن. الرجل ده فقد عقله. وجرح جاره في نوبة من الغضب. تلمة هنا معناها نوبة. ونفس الكلمة برضو فت معناها لقاء بدنيا. خليك متفائل كده الله يكرمك. ما تخليش الحادثة الصغيرة دي تعمل في يومك تفسد يومك. سبويل. دي معناها يفسد او يدمر. قلنا اناليس دي قمنا مكررة. دي مكررة للجملة دي. الاستاذ رامي مدرس العلوم عمل مساهمات في حياة طلاب ويعني يبقى كلمة هنا معناها يربي. يبقى مستر عمر ايه مسئولية خدر مسئولية. ياخد مسئولية. طيب معناها يبدأ ويشبه اه معناها يحدث طبعا لما يقول بعدها يعني يحدث في مكان معناها يتولى. وعلى فكرة عكس عكسها اسمه معناها يتخلى عن بقولك اني عمي مازال ايه القرية لانه هو ما بيحبش حياة المدينة يعني هيمنع معناها قائم في يعني مبني مبني في معناها قائم على معناها يعيش في بس في هنا مشكلة. ما ينفعش اقول لك يعني مده لا يعيش مسلا فمش منطق. يبقى طب يا مستر نعايز اخد خلاص يا بيش هتقول لي مايانكل او هتيبقى كده الجملة مايانكل طبعا انت مش عايز تكمل معناها مسؤول عن خبالك الاوانيل يعني يغير ومعناها فكة جدتي مازالت تفعل او تقوم بيه دايما اي حاجة فيها ويرك تاخدوه بعد دقاعة بص ويرد بيجي بعدها ايوة بس يقلقهم بشأن معناها متحمس لي ودي الاجابة كين كدتنفع كدتنفع كل دول معناها مولعبي وانجلي طبعا يعني غاضب بشأن لما سمعت الاخبار المفزعة انا كنت زعلان يبقى انت عارف المصطلح معناها يشعر بالخثقان في قلبه يعني ضجر انا كنت مندهش لما معناها قابلة بالصدفة صديقه يعني احتفالا كبيرا عقدة اه يعني تكريما لي تمجيدا لي طيب فاقت حقيقة يعني لصالح يعني مقدما ما نقلق على فكرة كممكن نستخدم كلمة يعني تكريما ليه تخليل طيب انا بحب اعمل ايه جنب اخويا الصغير والعب معها معناها يجلس القر فصاء قر فصاء بحب اعود كده على رجلي والعب مع اخويا انا ما كنتش قادر امنع الدموع من التساقط او السقوط يبقى يعني يقع او يسقط يعني يشعر يعني يملأ معناها يحتضر هذا منزلنا ده معناها ان احنا نمتلكه وطبعا اي حاجة يمتلك ما تجيش في المستمر توقف عن ان تكون سرسارة مبطل دا وشها يعني اي ام جوت فيد اب وزيو او فيد اب وزيو خب بالك انت ممكن تقول اي جوت اب جوت فيد اب وزيو اي ام فيد اب وزيو يبقى ام وبيكيم وغوت وبعدين فيد اب المجرمين وير طايد اب طايد اب معناها يربط المجرمين تم ربطهم يعني وياخذوا للسجن انك تعرف عن اصول عسرتك بيساعدك انك تبني اكيد لو حس الهوية انك تعرف انت بني مين يعني لكن لو حس الدعابة الرجل اللي بنكت وضحكنا مصر لها تاريخ غني ثري الذي يعود تاريخه الى كلمة يعود الى اسمها ديت باك دي معناها يعود تاريخه الى يبقى اخر واحدة في الجمل دي ازا سيرش تيم كود نوت اسيرفي اون دا هابيتس ستولينتز بريفير تو براكتس دورين هوليديز فريق البحس استطاع ان هو يعمل ايه فيه بعد دراسة بص حضرتك انت ممكن تقول دو اسيرفي ممكن تكون ممكن كمان كاري اوت اسيرفي ممكن الراجل اللي ميديك هنا كوندكت اللي هي رقم بي طب يا مستر ما في كاري ما حددك لسه كاتب حالا اوليت ستسامع مني حالا بقول لك كاري لازم معها اوت يبقى كده اخدنا كوندكت رقم بي الجزئية خلصت الجزئية اللي بعد كده برضو في الفيديو اللي بعدها مباشرة اللي هيكون الفيديو رقم اربعة هنحل فيه من تلتمائة اتنين وستين نفضل ماشيين كده ان شاء الله لحد ما نخلص الجزئيات دي ان شاء الله يعني احنا مش مفيش حدد معين من الجمل في كل فيديو ولكن بحيس نغطي كل الاجزاء هنا كده بقى ده لازم نبدأها لوحديها يعني كل هقول لك ان الفيديو بجاية ان شاء الله هيكون لحد صفحة ستة وتراتين بحيس ان القواعد دي كلها تبقى وراء بعضها كده وانتك تكفيها واحدة بواحدة لو انت تتمنى على اليوتيوب ما ننساش تعمل فيديو تعمل لايك الفيديو وتعمل المشاركة وتعرف الناس وكده حاجاتة انت عرفها لي سلام عليكم وبركاته